الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي والعظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة كربلا الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته نحيكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ذلك الدين القيم لا يزال برنامجنا تحت عنوان شبهات حول العسمة والحديث عن عسمة المصطفى صلى الله عليه وآله ولدينا محاور عديدة في هذا الباب سأبحثوها مع ضيفنا الكريم في الستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور حميد النجدي الباحث الإسلامي ورئيس جامعة أهل البيت عليه وسلم مرحبا بكم دكتور حميد مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام حياكم الله دكتور عندنا أمور طرحت وأمور بقيت والغريب فيها دكتور أن المسلمين يطرحونها ويدونونها في المدونات الضخمة وفي الفضائيات وقبل ذلك في الإذاعات ويستعذبونها وكأنهم يمدحون النبي صلى الله عليه وآله حينما ينسبون الخطأ إليه وهذا من أغرب من أغرب ما دأب عليه المسلمون ولو أنك نسبت هذا الخطأ إلى آبائهم أو إلى أحد من يوصف بالصحبة من بعيد ولو من بعيد ولو كان من الطلقاء تأخذهم الغيرة الشديدة والحمية والعصبية ويتهمونك بشتى التهم فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يستعذبوا ذلك وقالوا النبي يخطئ والقرآن يعاتبه والله كذا والنبي بشار يخطئ ويسوه كذا كذا والصحابة كلهم عدول نحن لا نريد أن نقف عند هذه القضية أن نقف عند الشبهات ثم نعود إلى تحليل هذه القضية أشرنا إلى بعضها وسنعود إلى البعض الآخر لكن نبدأ بقضية التأبير تأبير النخل نعم دكتور التأبير النخل للمشاهد الكريم هو يعني كناية أو يعني عبارة عن التلقيح نعم كما يعلم أن النخل طلع في بداية شهر الرابع تقريبا أو آخر الثالث على الرابع الميلادي يعني بالربيع على أولا يعني الصيف لم يدخل لكن الربيع تقريبا يبدأ النخل الذكر عندها طلع خاص والأنثى لها طلع خاص فيأخذ طلع الذكر وينثر على طلع الأنثى لأنه ليس كباقي الأشجار يمكن أن ينقل إليه اللقاء عن طريق الريح النخيل يختلف فيحتاج إلى تنظيم وإلى كذا فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله جاء ومر ووجدهم يؤبرون النخيل قال ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخيل هذا دأبنا عليه منذ أن كانت عندنا البساتين وآباؤنا كذلك يعني سنة بشرية طبيعية قال لا لا تؤبروا هذه الرواية ولكم بعد ذلك الحديث قال لا تؤبروا بعد النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم لا تؤبروا تركوا التأبير بناء على الحديث تركوا التأبير وإذا ذلك العام بتأبيرنا بالعام ولا تمره ولا 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 حبة قال أين تمركم هذه السنة؟ قالوا مات قال ما السبب؟ قال لأننا لم نؤبره قال ولما لم تؤبره؟ قالوا أنت منعتنا يا رسول الله قال هذه أمور دنياكم لا تطيعوني فيها أنتم أعرف بها أليس كذلك؟ هذه خلاصة الرواية ومالتالي النبي صلى الله عليه وآله دخل في باب قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق قطع أرزاق الأمة في ذلك الإلعاب تفضلوا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله طبعا هذا من الأحاديث المفترات على رسول الله صلى الله عليه وآله وأينما وقع هذا الحديث لأنه أولا الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث معناها اقتفى أمرا لا يعلمه نعم والقرآن الكريم يقول وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ يعني عندما أمرهم على فرض ورود هذا الحديث وهو طبعا مفترى حاشا لرسول الله مكذوب مئة بالمئة مئة بالمئة نعم إما أن الرسول صلى الله عليه وآله أمرهم وهو يعلم أنه هذا التأبير سوف النخلة تثمر بدون التأبير يعني بدون تلقيح النخل أو لا يعلم فإن كان لا يعلم لماذا تقولون ما لا تفعلون وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ يعني اتبع أمرا هو لا يعلم به اقتفى يعني اتبع نعم وتسبب في قطع أرزاق البشر هذه قضية موسم ضرب الموسم عليهم يعني أرزاقهم لأن المدينة المنورة فيها بساتين نعم هي أرزاقهم على الأكثر على النخيل أرزاقهم على الزراعة نعم وعلى النخيل بالذات بالذات فإنه عدم تأبير النخل يعني انضرب الموسم لعندهم نفط لأنه حاس في ذلك الوقت يعني أرزاقهم على هذا الأمر نعم فإذا كان لا يعلم ويختفي ما لا يعلم هذا خالف الآية المباركة وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنهم مسؤولا هذا لو كان بشرا عاديا فعله تقال له هذه الآية فكيف بالنبي ماذا يقال له عنده حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لا ينسى سنقرئك فلا تنسى يعني كل هذا القرآن هو حاضر أمامه وهو أبن الطائف ومن مكة وهم يعرفون النخيل يعرفون النخيل وماذا ترتب على هذا هذه المصيبة الثانية يعني أنه حسب ما يرمون أنه أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني فصلوا في سلوك النبي صلى الله عليه وآله في قوله في فعله في تقريره فصلوا بين الدين والدنيا وكأن الإسلام لم يأتي لي تنظيم شؤون حياة الناس ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم نعم فالإسلام قصة الحلال والحرام تمتد في جميع شؤون الناس في ظواهرهم وباطنهم في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية وعلاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى علاقة المجتمعات علاقة الأديان علاقة نبي حاكم صلى الله عليه وسلم حاكم دولة وهو يحكم بما أراه الله نعم لا يحكم بما هو يرتقيه بما أراك الله يعني الله تعالى يخاطبه أن يحكم بما أراك الله فهذه القضية في غاية الخطورة يعني تصطدم معه صميم موجود الإسلام الذي أوجده الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الناس يعني الإسلام يعلم الناس كيف يدخل إلى الخلوة وكيف يخرج أي رجل يقدم وأي رجل يؤخر وماذا يقول عند الدخول ويعلم أبسط الجزئيات وأدق الدقائق ويأتي إلى قضية حرمان مجتمع مسلم الآن هو ناشئ على الإسلام حرمانهم من موسميه الاقتصادي يعني ضرب اقتصاد الناس أي عقلية هذه يعني تقبل مثل هذا الأمر يعني هذا ضرر بالغ في المسلمين تسبب عليه أن يتكفل بأرزاقهم وأن يعوضهم هذا الكلام وكيف أنه ما ترتب على هذا الخطورة دكتور ما ترتب على هذا الكلام أنتم أعلم بأمور دنياكم لأن النبي لا يعلم بأمور الدنيا الله تبارك وتعالى ألم يطلعه ألم ينسق الإسلام للاقتصاد ألم أطول آية بالقرآن آية الدين دين شوف لحفظ حق إنسان بالدين الآية أطول آية بالقرآن في سنة البقرة نعم ويترك أمور المسلمين يذهب عليهم الموسم كاملا ضرب عليهم الموسم كاملا يعني كما أنه سنة مثلا الآن بالعراق سنة كاملة نفط لا يوجد بالعراق ماذا يحصل بالعراق هذا بالنسبة لهم الملتمر مصدر الرزق الرئيسي مثل موضوع النفر دكتور أكثر مما تفضلتم به يعني أنا أو جنابكم أي واحدة لمشاهدين الكرام يمر على قوم يسقون زروعهم أو يلقحون نخيلهم أو يقول لا تفعلوا أليس من حقهم أن يقولوا له أن يقولوا له هل أنت عاقل هذا الشيء أبنى عليه و شيء عرفناه لماذا لم يسأل يا رسول الله تضمن لنا أن النخيل لأنهم ما أبروا النخيل إلا عن تجارب دكتور يعني هي ليست صدفة أبروا النخيل منذ أن خلق الله البشر هم يعرفون أن النخيل يحتاج إلى التأبير بهذه الطريقة ويأتيهم رسول الله هم سألوه عن كل صغيرة وكبيرة واعترضوا عليه بكل صغيرة وكبيرة واتهموه بالهجران وجذبوه من ردائه حتى حمرت رقبته الشريفة صلى الله عليه وآله وهذا قال له اعدل وهذا قال هل هذا من عند الله أم من عندك وأشكلوا عليه فيه كل شيء إلا النخيل ما أشكلوا عليه ما قالوا له ما قالوا هذا نخيل هنا نعم خلاص النبي النبي قال أترك القضية يعني دليل على أن هذا الحديث موضوع موضوع 100% هم القرآن أشكلوا عليه أشكلوا عليه في كل شيء هذا يقول يهجر وهذا يقول بس النخيل صاروا مطيعين يعني مطيعين 100% انظر إلى الوضع في الحديث دكتور لا ليس فقط وضع الحديث لكن المصيبة ما ترتب على الحديث يعني فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن حياة الإنسان والدين جاء لي نظم حياة الإنسان الدين جاء كتالوج يعني أي آلة يصنعها مصنع ينزل وياها تعليمات هذه الآلة افعل كذا لا تفعل كذا إذا فعلت كذا هذه الآلة تخرب تنتهي لا تفعل كذا القرآن الكريم الإسلام هو كتالوج لهذا الإنسان تعليمات السماء من صانع الإنسان يعني كل مصنح هو أعلم بمصنوعاته فجاء الإسلام ينظم هذه حياة الإنسان في ظاهره وباطنه فهل من المعقول النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أعلم بالقرآن وأعلم بالإسلام وهو المبلغ بكل صدق وإخلاص بكمال التبلغ لهذا القرآن يأتي ويريد أن يخرب أعمال الناس ويخرب اقتصاد الناس ويتأسر في قطع أرزاقه يعني هذا شيء مستحيل ثم ألا يستحي يقول لما تطيعوني هذه أمور دنياكم ألم يقل لهم هؤلاء الجريئون على الرسول لما لم يقل له أحد لما ضحكت علينا لما خدعتنا وهكذا يسكتون بعد على قولتنا خراب البصرة لا أقول هذا الكلام لكفروا لو كان فعلا فعل ذلك لكفروا بالقوة الذي أقوله الدكتور في هذا الشأن لا بد من تنقيح الموسوعات الحديثية الموسوعات الحديثية من مثل هذه الخزعبلات من مثل هذا من مثل أن والعيادة بالله الرسول راح عندما جاءه الوحي يذهب إلى كمم الجبال يريد أن يرمي نفسه من الجبال يعني هل من المعقول هذا سيد العقلاء رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل مثل هذه الخزعبلات الموجودة بما يسمونه صحاح هذا مصير تورطوا بها قالوا صحاح يعني هم يرتضون هم يرتضون أن ينسبوا الخلل والكذب والافتراء والسلوك غير جيد والعبوس والغضب وإلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله ولا يمثل بخاري أو مسلم بشيء هذا ورد تأثير النقل بالبخاري لكي يحفظ البخاري لا بد أن يثبتوا هذا على النبي صلى الله عليه وآله أرضى بعصمة البخاري ولا أرضى بعصمة الرسول صلى الله عليه وآله أي عقل هذا الذي يرتضي مثل هذه أحسنتم تأكيدا لكلامكم دكتور دعنا من العصمة ودعنا من كل ما تفضلتم به لما النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أنا وأنت صنوان وصنوان صنوان النخل أليس كذلك؟ وفي الأرض قطعه متجاوراته وجناته من أعنابي وزرعه ونخيل في قراءة عاصم ونفع وحمزة يقرؤون وزرع ونخيل معطوف على ما في الجنات من أعناب ومن زرع ومن نخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد فقال النبي صلى الله عليه يا علي أنا وأنت صنوان يعني الشجرة إما أن تكون فرع واحد لها أو تتفرع فرعين الجذر واحد لكن تكون صنوان نخلتان أو ثلاثة من أصل واحد وحديث آخر يفسر أنه من شجرة واحد النبي إذن يعرف النخيل ويعرف الصنوان ويعرف كل شيء عن النخلة فقط التلقيح ما يعرفه والقرآن يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد القرآن فصل كل شيء في النخلة الاستدلال على بطلان هذا الأمر بطريقة قرآنية واضحة القرآن نزل تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء والنبي صلى الله عليه وآله من وظائفه أن يبين الله تبارك وتعالى كلفه بيبين ويبين لهم الآية المباركة يعني هو الذي يبين هو الذي يعلم الكتاب يعلمهم الكتابة والحكم وإنا أنزلنا عليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم يعني وظيفة النبي أن يبين والقرآن تبيانا لكل شيء فكيف بالمبين أحسنت فإذا هو يعلم بتفاصيل هذه الأمور وهذه قضية مهمة أكيد داخلة في هذا البيان قضية داخلة في صميم حياة الناس واقتصادهم لمدة السنة كاملة يحرمهم قرآن يسميها رزقا للعباد لها طلعه نضيده رزقا للعباد إذن هذا ليس لا نقول عنه أنه رائحة الوضع والكذب والافترا هذا هو عين الكذب والافترا على رسول الله صلى الله عليه آسف للمقاطعة وضيفه للمشاهد الكريم هو نفسه صلى الله عليه وعلي قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت ويأتي يقول بما لا يعلم إذن هذا ما قال خيرا ولم يصمت وهذا ما صيبة يعني إذن تسببه في قطع عرزاق الناس أين هو إذن من قوله وهو صلى الله عليه وعلي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت إذن هو ما يؤمن بالله واليوم الآخر وهل النبي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين بالمؤمنين الرؤوف الرحيم هذا من الرحمة والرأفة أن يقطع عرزاق الناس لمدة موسم كامل سنة كاملة يعني يحول عليهم الحول وهم لا يملكون شيء لأنه بالروايات يقول صار هذا الشيص لأنه بدون تلقيح من الدكة فالأنعام تأكلها أو لا تأكلها هذه القضايا طبعا يعني دعوة لكل المسلمين أن يتدبروا مثل هذه الأمور أن ينبذوا مثل هذه الأمور هذه أمور لا يقبلها العقل لأنه نحن عندما يأتينا حديث حديث العرض العرض على القرآن الكريم نعرض على القرآن فإن وافق فبها ونعمة إن لم يوافق القرآن نضرب به عرض جدار هذا زغرف لم يقوله قطعا ما يصطدم مع العقل القرآن لا يصطدم مع العقل أحسدته لأن الرواية عنهم صلوات الله لذلك يأتيكم الحديث عننا يبلغكم الحديث عننا فاعرضوه على كلام الله فإن وافق فخذوه وإلا فضربوا به عرض الجدار زخرف لم نقله وما وافق القرآن فخذوه وانسبوه إلينا وإن لم نقله لأن حديثنا هو القرآن يعني كل ما وافق القرآن قل وهذا قول أهل البيت عليه والسلام نظر إلى القاعدة المحكمة دكتور لكم الحديث بعد الفاصل إن شاء الله شكرا لكم مشاهدنا لك هذا الفاصل قصير ونعود إليكم تابعنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم مرحبا بكم دكتور حميد النبي صلى الله عليه وآله منع على نفسي أن يأكل عسل عنده زينب من غير المنطقي أنني أذهب إلى صاحب دكان ويعطيني بضاع غير جيد من الحليب من البيض من حرم البيض من حرم البيض على نفسي من كل الدكاكين من حرم ما أحل الله من حرم من حرم من حرم لأنه عندنا الدكتور باللغة وبالقرآن الحلال والطيب يترادفان فانكحوا ما طاب لكم يعني ما أحل لكم نعم ولم تحرم ما أحل الله يعني ما طاب ما جعله الله لك طيبا لا رائحة فيه نعم ولا مغافير فبرأ زينب رضو الله تعالى عليها وفضح الطيبات ما رزقناك نعم وفضح الأخرين نعم هذا تحدثنا عنه سابقا قضية السر دكتور نعم الآية للمشاهد الكريم وإذ بعد آية قضية تحريم العسل وإذ أسر النبي إلى بعض يزواجي حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرف عن بعض وأعرف عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك من أنبأك هذا من أنبأك بالهمس نعم من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر إلى عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا الإجماع وفي البخاري يعني عمرون الخطاب نزلت في عائشة وحفصة وعن عائشة البخاري قالت في البخاري كانت عائشة تزعم وذكر الحديث يعني فقضية في عائشة وحفصة مجمع عليها نعم إذن ما حيثيات هذا المنوح أولين دكتور قضية السر ما هو هذا السر نعم الذي أفشياه عائشة وحفصة نعم يعني كل منه من عائشة وحفصة عائشة ذهبت إلى أبيها أخبرته بالسر وحفصة ذهبت إلى أبيها وحفصة ذهبت إلى أبيها أيضا أفشت له هذا السر نعم هذا السر ليس أمرا عاديا الدليل على ذلك أن الله تعالى أعد العدة أمام هذه القضية الخطيرة وأمام المرأتين أمام وإن تظاهر عليه فإن الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وتهديد خطير بالطلاق عسى ربه انطلق كنة أن يبدله أزوادا خيرا من كنة مسلمات مؤمنات قالتات قالتات عابدات ثيبات وأبكار لأن وحدة كانت ثيب وحدة كانت بكر نعم فهذا الأولين يعني على قضية بسيطة على قضية رائحة مغافير ومشاكل ذلك لا ينسجب بينما مثلا هذا يعني في راجعت في بعض يعني تفاسير أهل السنة يقولون مثل على سبيل المثال تفسير النسفي نعم يقول السر هو قضية الخلافة أحسنت السر هو قضية الخلافة أنه هناك حديث شريف يشرح هذه الحقيقة وحديث صحيح على رأي آراء العلماء الحديث من أخواننا أهل السنة يقول صحيح هذا الحديث يا علي ستغدر بك الأمة من بعدي عهد عهده إلي النبي الأمي ستغدر لتغدرن بك الأمة من بعدي قال على ما أحملهم هل محمل ردة أم محمل فتنة نعم قال بل فتنة إذن أن هذا الارتداد ليس ارتداد عن الإسلام عن الإمامة ها عن موضوع الإمامة عن موضوع الإيمان ولذلك شرط الإيمان هو قضية الخلافة والإيمان ومن يكفر بالإيمان نعم والدليل على ذلك أن الإيمان من شروطه تحكيم الرسول صلى الله عليه وعليه تحكيم الرسول كإمام وليس الرسول كرسول ونبي فلا ربك لا يؤمنون نفع عنهم الإيمان حتى يحكموك يعني يجعلونك عليهم حاكمة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما يعني هنا شرط الإيمان القبول بحكومة النبي صلى الله عليه وعليه وعدم الاعتراض ولو شيء يسير وتقبله بكل تسليم يعني لو حكم النبي على شخص بالرجم بالإعدام يقبله بكل ارتياح وإذا وجد في نفسه شيء غير ذلك فهو ليس بمؤمن يعني ينفي عنه الإيمان نعم إذن دكتور الذين ردوا على النبي صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وعليه في قضية إيتوني بكتب فدوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا ليسوا بمؤمنين ولم يتقبلوا ولم يقبلوا حكومته وقالوا لا تعطوه الكتاب حسبنا كتاب الله إذن هؤلاء لم يقبلوا تحكيمه صلى الله عليه وعليه لم يقبلوا تحكيمه لم يكن إيمانهم كاملا ليسوا بمؤمنين مسلمون نعم أما إيمان قضية الإيمان أولا إيمان درجات الإيمان كامل وغير كامل ليس هذا موضوعنا ولكن موضوعنا في الآية المباركة السر يعني أمانة وأي خيانة لهذا السر يعني خيانة للأمانة وهذه الأمانة خطيرة يتعلق بها مصير أمة وأن الله لا يهدي كيد الخائر يعني خيانة السر ولذلك الباري تباركه تعالى طالب عائشة وحفصة بالتوبة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت عن الحق مع التوبة هي مالت عن الحق أما مع عدم التوبة فهذا الموضوع الآخر وإن تظاهر عليه تستمر بالتظاهر يعني ليس أول تظاهر ليس أول تآمر على النبي صلى الله عليه وآله وإن تظاهر عليه أصله تتظاهر يعني باستمرار يعني تظاهر يعني وحدة ظهيرة للثانية اتحدتها ضد من ضد النبي صلى الله عليه وآله فمن وقف مع النبي وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولا أولا الله وجبريل وصالح المؤمنين وبالتفاسيل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني كل هذا الجيش العظيم بقيادة الله تعالى والله تبارك وتعالى هو المهيمن ضد من ضد حفظة وعشة على أمر بسيط مستحيل هذا على أمر خطير يخص مستقبل الرسالة مستقبل الأمة لا مستقبل الساعات تلك المحدودة لفترة قصيرة ولمجتمع صغير لمستقبل الرسالة إلى أن تقوم الساعة نعود إليه دكتور بعد أن قال الله تعالى في التهديد عسى ربه انطلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يعني هذه السفات غير موجودة في عائشة وحفصة غير موجودة نعم أنتنا لست كذلك أحسن خيرا من كنا مسلمات يعني بالإسلام خيرا من كنا مؤمنات يعني بالإيمان خيرا من كنا بالطاعة قانتات بطع غيرا من كنا تائبات بالتوبة سائحات إلى ثيبات لأن حفصة كانت ثيبا وقيل عائشة تزوجها بكرة صلى الله عليه وآله نعم بعد ذلك تعرف القرآن لم يرتب حسب النزول تأتي في نفس السورة ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوحي وامرأة لوط كانت تحت عبدالي من عبادنا صالحين فخانتهم خيانة السر هنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الزمخشر يقول هذا تعريض بالمرأتين يعني بعائشة وحفصة هذا تعريض تعريض بهما لابد أن نبين قضية مهمة جدا نعم زوجات الأنبياء جميعا بدون استثناء نعم مبرآت من من الزنا الخيانة بالعرض نعم مبرآت مهما كان إيمانا ما زنت امرأة نبي قط قط تعالى ابن عباس على الحديث نعم نحن عقيدتنا الإمامية بأن زوجات الأنبياء عليهم السلام مبرآت من هارة مبرؤون من قضية الخيانة بالعرض نعم فهنا الخيانة بالسر نعم فخانتاهما يعني زوجة لوت وزوجة نوح عليهم السلام أعطاء دين خانتاهما خانتاهما من حيث العقيدة نعم يعني راحت مثلا زوجة لوت أفشت السر وجود الملائكة عنده ضيف من نوع خاص هلهم مو إلي فهذا خيانة للسر نعم وهذا أمر هذان الضيفان أو الملائكة الذين جاءوا هم رسل الله تعالى نعم إلى لوط عليه السلام السلام يحملون رسالة يريدون أن ينتقموا من هؤلاء يهلكوا هؤلاء ففهمت زوجة لوت عليه السلام هذا الأمر فأفشت هذا السر نعم إلى قومي لوت عليه السلام نعم وكذلك بالنسبة لنوح عليه السلام فهي خانت أمرا في الرسالة في رسالتي نوح عليه السلام لأن نوح نبي ومرسل ومن أولي العزم إلا أن زوجته خائنة من حيث حال حال القوم نعم تسخر أيضا مع فهنا القضية المهمة هناك من يعني يأتي ويقول الطيبون للطيبات وكذا والخبيث وما دام أنه زوجها النبي خلص هاي يصير زوجته بالآخر أين امرأة نوح ومرأة لوط وقيله ادخل النار مع الداخلين فلم يغنيا عنهما كونهما نبيين كون أن هاتين الزوجتين زوجات الانبياء تحت عدين صالح فتكون الطيبون للطيبون للطيبات لا لا هذا ليس هذا المعنى بعدين الطيبون للطيبات على نحو الازدواج لا الكلمة الطيبة ومتوقع أن تصدر من الطيبين من الطيب والكلمة الخبيثة الأولى أن تصدر هذا أقوى تفسيره من الخبيث نعم هذا الكلمة من الطيبات نعم هذه الآية المباركة والقرآن كله وحدة واحدة لا يجوز أن يأتي شخص بآية ويترك الآيات الأخرى لأنه العيادة بالله تشمله هذه الآية المباركة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة لا إله إلا الله ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل وهذه الآية المباركة تهديد خطير وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذا الحديث ما هو النبي يعني عندما يريد أن يوصي علي وكان علي هو ربيب الرسول نعم صلى الله عليه من عنده ولادته إلى أن كبر هو في رعاية رسول الله صلى الله عليه وآله هو إنتاج رسول الله هو صنيعة رسول الله دكتور هذا نأتي إليه نعم عندنا ثلاث نقاط أود من جنابكم الكريم بيانة هذا المشاهد الكريم أنا فقط أذكرها لكم نعم أولا الثالث هو إذن لم أفش السر هذا الثالث قد يقول لنا قائل الآن نعم ما دام القضية مهمة بهذه الدرجة ويتوقف عليها مصير أمة والنبي كان عليه وهو يعرف سلوك عائشة وحفصة منذ البداية نعم طبعا هو أسره إلى أحداهما وهي أفشته إلى صاحبتها ثم كل منهم كما تفضلتم نعم ذهبت إلى أبيها ألا كان عليها أن لا يذكر هذا الخبر لها ولما لم يعاتبه الله إذا كان النبي يخطئ كان عليها أن يعاتبه بمثل هذه الأمور لا أن لما عف الله عنك لما أذنت لهم هذا ثالثا أو نبدأ به تفضلوا أولا دكتور الحجرات هي ليست قصر بيت كبير أو كذا حجرة صغيرة جالسة بها مثلا أحد الزوجات أو أكثر وهو كل ليل يذهب إلى وحدة من أزواجهم نعم والنبي صلى الله عليه وآله مع أمير الممي نعم دائما إما الإمام علي عليه السلام يسأل النبي أو النبي يبتدئه نعم هكذا حياة الإمام علي مع رسوله من قبل الرسالة نعم قبل البعثة النبوية قبل نزول الرسالة فماذا وإخلاق النبي عالية جدا فماذا يقول لعائشة وهي جالسة تسمع أنه سوف يجري عليك كذا وكذا لا ترفع في هذا الأمر سيفا إلا أن تجد عليهم ناصرة يعني أنه كذا عدد من المقاتلين أنه راح يصير انقلاب عليك راح يصير قضية الخلافة كذا وكذا يجري فلان راح يصير أنه راح يعني تصير قضية السقيفة وتصير هذه القضية فرأسا عائشة فرحت بهذا الخبر أنه أبو بكر سوف يكون التقطت هذا ها التقطت وثم يأتي من بحث وأنه لا يقاتل ليس فقط لن يولى ها بل أيضا هو منهي عن القتال فمن بعد أبي بكر عمر أنه هذا الغدر الذي سوف يكون الانقلاب الذي سوف يحصل والآية أشارت إلى هذا الانقلاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاسر وقد قالت الزهراء عليه السلام في خطابها لأبي بكر وما هي إلا نازلة بكم وإلا نازلة أخبركم الله بها قبل موت أبي وأنبأكم بها قبل وفاته وما محمد إلا رسول قد خلت الآية تتحدث عن أمر غيبي سوف يحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد رسول الله ما هو هذا الأمر الغيبي الانقلاب هذا الانقلاب والقرآن صريح انقلبتم القرآن يقول انقلبتم إن تدرس تنجح إن مات انقلبتم حصلت حصل الموت احسنتم فهنا دكتور الذي أريد أن أبينه نعم الحديث حديث الغدر أن الأمة تغدر بك من بعد أفشته إلى هذه العملية الغدر التي حصلت وإنكار الغدير وإنكار ومنع الكتاب وغير ذلك كلها هذه أمور متوالية إلى أن حصل إفشاء السر كل واحدة ذهبت إلى أبيها وطمئنه أن الإمام علي موصى لا يرفع في هذا الأمر سيفا هذا الذي جرى عمر على بيت الزهرى وإلا عمر يعرف شجاعة أمير المؤمنين يعرف حق المعرفة من قتل عمر وكان عمر يكاد أن يحدث على نفسه خلصا من هذا كرار غير فرار يعرفون جيدا عمر بن ود العامري جالسون الصحابة كلهم لم يتعرض أيوة لا بالتأريخ ولا بالحديث ولا بالسير أن أحدا من الصحابة قام وقال أنا له يا رسول الله والنبي قال من يقوم أضمن له على الله الجنة يضمن له على الله الجنة يعني أنت من جرد تقتل على طول الجنة أبدا ما حديث فلم يقوم إلا علي فأين شجاعت هؤلاء إذن هناك وصية لأمير المؤمنين عليه السلام قالوا إن الرجل موصى أن لا يرفع في هذا الأمر سيف إلا أن يجد عليهم ناصر متى قال هذا الأمير المؤمنين قالها عندما آلت إليه لما الناس جاءوا أجبروها على الخلافة في خلافته الظاهرية هذه اللي الناس يردوها أما والذي فلق الحبة وراء النصر ماذا قال لولا حضور الحاضر وقيام الحجة وقيام الحجة يعني الحجة وقيمت على أمير المؤمنين بوجود الناصر فإذن الأمير المؤمنين عليه السلام نفد وصية رسول الله أنه عندما حصل الناصر قام بالأمر أحسد فإذن هو قبل ذلك لم يحصل له ناصر نعم فكيف لأن هناك بعض المستشكلين يقولون هذا أبو الحسن هذا بطل الأبطال كيف يصبر على هذا كيف يصبر على عمل عمر يهدد بالحرق هنا الشجاعة هنا الشجاعة النبي صلى الله عليه يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب وهو علي بن عبي طالب فأمير المؤمنين أشد الناس حرصا على تنفيذ أوامر الرسول يعني لما ذهب إلى خيبر أعطاه الرأي وعن له سؤال أمير المؤمنين يراد يسأل النبي بالرواية ماذا تقول بالصحاح صحاح المسلمين يقول فأراد أن يسأل النبي فسأله لأن النبي قال أمضي ولا تلتفت نعم يقول فسأله ولم يلتفت الله أكبر نعم يعني يسأل النبي ولم يلتفت نعم مع العلم تطبيق يسجد من قاد أمير المؤمنين احترام فسأله هذه قضية مهمة ولم يلتفت ولم يلتفت يعني تنفيذا ومن يطع الرسول فقد من يطع الرسول فقد علامة وقاتلهم يا رسول الله نعم شوف علامة وقاتلهم فجاء جواب من النبي صلى الله عليه وآله أن القتال يكون حتى يقول لا إله إلا الله فهكذا التزم لو فيها تلك اللحظة لو فعلا نفذ عمر تهديد لحرق بيت الزهراء واحترقت الزهراء صلى الله عليه أقول هذه مصيبة كبرى يعني نعم النبي أمير المؤمنين لا يخالف قول النبي لأنه إلا أن تجد عليها عليهم ناصرة ناصرة يعني شوف عظمة انقياد الأمير المؤمنين إلى رسول الله وهو من هو دكتور هنا يدور في بالي لستم تأكد قرأته هكذا خطر لي أنه في ليلة عائشة تأخر النبي صلى الله عليه وآله مع عالين عليه السلام يناجيه ويحدث بالأمر الذي تفضلتم به وهي تنتظرون في حجرتها فلما جاء قالت له هذه ليلتي أين كنت قال كنتم في أمر قالت لا أنت عادل وذهب وقت يعني منذ وقت ساعة أو ساعتين أو كذا إما أن تقول لي أين كنت أو أنك ما حكمت بالعدل فحاول أن يقنعها بأنه كان مجغولا بأمر ما فأبت عليه قال إذن أعطيني عهد لأنه مجبر يعني هذا وقته والنبي عادل صلى الله عليه وآله كان حتى في ليلة مرض يحمل كل ليلة ويبيت في بيت وإحداهن عدل حتى الوضوء كان يتوضأه في بيتي المرأة التي هذه عدالته صلى الله عليه قالت أنت عادل أين عدلك ذهب من وقتي ساعة أو كذا من الوقت وأصرت عليه يعني لا أتركك تنام حتى ولا تفعل شيئا حتى تقول لي أين كنت فقال له إذن أعطيني عهد الله ألا تفشي هذا السر فأخذ عليها العهد والمواثيق وأقسمت بالله أن ما تقوله لي رسول الله من سبب تأخرك عني هو عهد وسر بيني وبين الله لا أظهر عليه أحدا ولا أطلع عليه أحدا فعند ذلك بعد أن أخذ علود ولا بد أن يخبرها بهذا الأمر فأخبرها فأفشته لذلك لم يقل له الله تعالى لم يعاتبه ولم يعاتبه فإذن هو ما فعل خطأا ما يقل نعم نعم أنا بس تعليق على ما بيننا عندنا دقيقة فقط نعم أنه طبعا أمير الممنين هو يعرف الحكم أنه يرفع سيف في وجه هؤلاء أو لا يرفع سيف بس أنا قصدي يعني شدة انقياد الطاعة الطاعة والانقياد لرسول الله يعني هم يفعلون لم يقتل الحسين عليه السلام وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله دكتور هارون عبد العجل ولم يفرق بين بني إسرائيل والإمام قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني لما إجل الإمام وضع الزهرة على السلام في قبرها وقف بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وقال يا ابن أم كلام هارون يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونه وقالها أمير قالها نعم طبعا أنا قلبي يحترق أن تذكر الجمراء بهذه الطريقة إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة شكرا لكم فضلت الأستاذ دكتور حميد النجدي الباحث الإسلامي ورئيس جامعة تهل البيت علي المسلم شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدنا الكرم ألا للقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته